من صحيفة العرب اللندنية استشراء الفساد يقدح شرارة موجة جديدة من الغضب الشعبي في العراق تقول الصحيفة اللندنية أحدثت تظاهرة احتجاجية على حبس ناشط مدني في مجال مناهضة الفساد في العراق شهدتها محافظة المثنى بجنوب البلاد مفعولة دومينو في عدد من كبريات المدن على رأسها العاصمة بغداد وباتت ظاهرة الفساد المنتشر على نطاق واسع في العراق والمتغلغلة في مختلف مفاصل الدولة بمثابة عصب حساس لرجل الشارع الذي يلمس عكاس الظاهرة بشكل مباشر على حياته اليومية في مختلف مظاهرها وأثار حكم صادر من محكمة جنايات محافظة المثنى بسجن الناشط المدني العراقي باسم خزعل ست سنوات بتهمة الإساءة لمؤسسات الدولة بعد تنديله بالفساد احتجاجات بالمحافظة ما لبثت أن انتقلت شرارتها إلى بغداد وعدة مدن عراقية أخرى كما فجرت الحادثة موجة تنديد على وسائل التواصل الاجتماعي وفي النجف تحولت تظاهرة داعمة للناشط خزعل إلى مناسبة للتنديد بالفساد المستشري في البلاد وتضيف العرب اللندنية يرجح متابعون للشين العراقي أن تكون الفترة القادمة فترة غضب جماهيري غير مسبوك لكشف هشاشة أوضاع البلاد وتعرية مساوئ العملية السياسية ترجمة نانسي قنقر